في إطار العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وقعت وزارة التعاون الدولي سبع اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تقدر ب125 مليون دولار لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات اللي بيميز العلاقة المصرية الأمريكية إنها منح إنها منح بيقوم بتنفيذها الجهات الحكومية مع منظمات المجتمع الدولي فيه دور كبير للقطاع الخاص ويمكن شوفنا بعض النمازج خلال العرب عن دور القطاع الخاص الأمريكي في تنفيذ كتير من هذه المشروعات الشركات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية قوية ونعمل على تعمقها وتعزيزها ولدينا حوار استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل كما سمعت فنحن بدأنا برؤية مصر 2030 ونعلم أن مصر ملتزم التزاما عاليا تجاه أهداف التنمية المستدامة وهذه هي الأهداف والغايات التي تتقاسمها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية لذلك نحن نساعد مصر على تحقيق أهدافها وأهدافنا معا نعتقد أن الوباء في عام ونصف ماضيين مثال ممتاز على مدى ترابطنا مع بعضنا البعض وكيف أن التقدم في بلد ما لا يمكن أن يحدث دون تقدم البلدان الأخرى أيضا الاتفاقيات التي أعلنت تحفز جهد الدولة التنموية في مجالات التعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة والحوكمة الاقتصادية والتجارة والاستثمار فضلا على منحة بقيمة خمسة ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا نحن نتكلم عن التعليم عليه حوالي 35 مليون دولار نحن نتكلم عنه من النهاردة في المناقشات التي تمت من خلال الاحتفالية لكن في مجال الصحة أيضا هناك تعاون في مجال الفاملي بلانينج أو تنظيم الأسرة وأيضا في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والكوادر التمريد من خلال منح دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية نحن بالشراكة مع الجمعات الأهلية كوزارة تضامن الاجتماعي كان لنا شراكات مع وكالة التنموية الأمريكية من خلال مؤسسات دولية أيضا في كثير من المجالات في مجالات حماية المرأة من العنف في تمن مراكز لاستقبال النساء على دحال العنف حقيقة معون الأمريكي ساعدتنا فيهم ساعدتنا في التمكين الاقتصادي للنساء ساعدتنا أيضا في أثناء جائحة كورونا إنها مدت جمعياتنا وبالتحديد للأحمر المصري في دعم أسطول من السيارات تماشيا مع رؤية مصر 2030 تحقق تلك الاتفاقيات مساعي الاقتصاد الشامل والتنافسية العالمية بصالح جميع المصريين إسرائي عقوب MBC مصر